ينضم إلينا من بن غازي مرسل الغد عبد العزيز الفاخري عبد العزيز إذن مجلس النواب يقرر تشكيل لجنة للتواصل مع هيئة الانتخابات ما تفاصيل ذلك وما أهداف المجلس من ذلك؟ نعم مساء الخير سيام هذه الجلسة التي عقدت اليوم في مدينة طبرق حيث المقر الموقع لعقد جلسات مجلس النواب كانت هذه الجلسة برئاسة النائب الثاني إحميد حما والهدف هو تباحث إلى أين وصلت العملية الانتخابية خاصة بعد مطالبة أكثر من سبعين نائب من أعضاء مجلس النواب على ضرورة مثول عماد الساح رئيس المفوضية والرد على الاستفسارات التي تحدث عن أعضاء مجلس النواب خلال الأيام والأسبوع الماضية لسيما فيما يتعلق بشبهات فساد تزوير كذلك في بطاقات الناخبين بالإضافة كذلك إلى عدم أخذ المفوضية الانتخابات بكامل نصوص وتشريعات مجلس النواب وعلى الأخص نذكر المادة الثانية عشر جلسة اليوم لم تكن بحضور عماد الساح رئيس المفوضية على الرغم أنه متواجد بالفعل في مدينة طبرق هيئة الرئاسة لم تقم بسدعاء عماد الساح أيضا قبل قليل كنا نتواصل مع مصدر بمجلس الدارة المفوضية العليا للانتخابات وذلك بالسؤال حول مسألة نشر القوائم النهائية الذي كان من المفترض أن تنشره المفوضية يوم أمس حول من سيذهب الأسماء الواردة إلى يوم الرابع والعشرين من سمبر حيث الانتخابات الرئاسية المقررة هناك بعض الأنباء تتحدث هذا المصدر يذكر عماده وقع أن تكون ربما بداية الأسبوع القادم أن تعلن الفوضية عن نشر الأسماء النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية بينما ربما هناك انقسام في مجلس الدارة الفوضية العليا للانتخابات هناك من ينتظر جلسة الأسبوع القادم في يوم الاثنين القادم على وجه الخصوص حيث ستقدم اللجنة التي أعلن عن تشكيلها اليوم وهي تضم لجان التواصل في مجلس النواب وهي مشكلة من لجنة التشريعات والقوانين كذلك لجنة هيئة الرقابة على المؤسسات كذلك لجنة الداخلية بالإضافة كذلك إلى لجنة الأمن القومي والدفاع والتي ستتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات كذا الحال ستتواصل مع المؤسسة القضائية في ليبيا لرد حول العديد من الاستثارات على أن تقدم أو يقدم التقرير النهائي قبل يوم يعني عبد العزيز حتى يصادق عليه مجلس النواب قرارات مجلس النواب هذه الجلسة هل هي ملزمة لهيئة الانتخابات هل سيتم تنفيذها برأيك نعم أكثر من سبعين نائب سيهام قد أبلغوا رسميا المفوضية العليا للانتخابات على وجوب أن لا تنشر المفوضية القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية قبل البث في جلسة المساءلة وعلى هذا الأساس عماد السيح رئيس المفوضية بالفعل ربما هو يحاول على قدر المستطاح هنا أن لا تكون هناك أي ثغرة في مسألة الآن أن يكون هناك ربما أي مشاكل بين المفوضية كذلك مجلس النواب بالإضافة كذلك أن هناك العديد من الاسفصارات ترد حتى من هيئة رئاسة مجلس النواب العديد من أعضاء مجلس النواب من مختلف المناطق في ليبيا بالإضافة أيضا إلى بعض حتى المؤسسات الأخرى في الدولة الليبية هذه القرارات إنما قرر مجلس النواب أن يزر أي قرار بحق المفوضية العليا للانتخابات ربما بالإبقاء على عماد السيح رئيس المفوضية أو إقالته أو كذلك إجراء أي تعديلات مفوضية الانتخابات ستكون ملزمة بذلك بالفعل نظرة لأن المفوضية كانت تتعامل بشكل مباشر مع البرلمان على مستوى نتحدث التشريعات والقوانين التي أحلى مجلس النواب للمفوضية العليا للانتخابات على أي حال نترقب هذه الجلسة التي ستكون الأسبوع القادم أيضا قبل دقائق قليلة نتحدث أن المفوضية الانتخابات أعلنت عن إقفال باب الترشح للانتخابات النيابية خلال الثلاثة أيام القادمة سيجري الآن مراجعة كل من قدم أوراق ترشحين نتحدث عن عدد مترشحين انتخابات مجلس النواب أكثر من 4300 مترشح ومترشح على مختلف الدوار الانتخابية وإتاحة الفرصة للطعون نعم شكرا جزيلا لك عبدالعزيز الفاخر مراسل هنا في بنغازي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر